هذه أحاديث النبي ودي فيها الهانى وسعادة الإنسان كالشمس تعطينا الحياة بنورها فتبدد وضع الماء في الأكوان وصحيح مسلم فيه أفضل ما رأى أهل الحديث بصحة وبيان علم بدا في نهجه متفرد بعد البخار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلم الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالت في النار وما بعد فحياكم الله أخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى كالعادة في هذا البرنامج نتناول شرح الأحاديث التي رواها وأخرجها لإمام مسلم النيسابوري في كتابه الجامعة الصحيح من خلال شرح هذه الأحاديث وتوضيح أهم المفردات والمعاني التي جاءت في هذه الأحاديث ثم نشرع بذكر أهم الأحكام التي جاءت في هذه الأحاديث سواء الأحكام الفقهية أو العقدية وغيرها من الأحكام المتنوعة ثم نختم بذكر أهم الفوائد التي جاءت في هذه الأحاديث والتي تحتوي على أهم مقاصد السنة النبوية أخوات الكرام أخوات الكريمات ثواري معدودة ثم نعود عليكم مرة أخرى فنتظروا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم الطفيل وأصحابه فقالوا يا رسول الله إن دوسا قد كفرت وأبت فادعوا الله عليها فقيل هلكت دوس فقال اللهم اهد دوسا واتبهم أهلا وسهلا بكم أخوات الكرام وأخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعدنا استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث موصولا في شرح كتاب فضاء الأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث أبو غريرة الصحابة الجليل رضي الله عنه أبو غريرة الدوسي رضي الله عنه قبيلة دوس وهذا الحديث بوابه والمصنف في قوله باب ما جاء في دوس وهي قبيلة أبو غريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدمت طفيل بن عمر الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد كفرت وعصت وأبت فادعوا الله عليها فقيل هلكت دوس قال اللهم اهدي دوسا واعتي بهم أخواني الكرام أخوات الكريمات الله سبحانه وتعالى بعث الرسل رحمة للعالمين ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم الرسل بعثه رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الدخول في الإسلام دعا قبيلته دعا قريش وبطون قبيلة قريش ودعا القبائل الأخرى ودعا اليهود ودعا النصارى دعا الناس كلهم لأن يدخلوا في دين الله أفواجة وحتى ينقذهم من النار ويدخلون في الجنة ومن الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإسلام والاستسلام لدين الله سبحانه وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجل بالدعاء على الكفار ما دام يطمع في إجابتهم إلى الإسلام والدخول في دين الله أفواجة في هذا الحديث يخبر صحابي الجليل أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه أن طفيل بن عمر الدوسي رضي الله عنه جاء مع بعض أصحابه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن دوسا وهي أحد قبائل العرب عصت وأبت يعني رفضت أن تدخل في دين الله سبحانه وتعالى فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوا عليهم ماذا قالوا؟ قالوا فادعوا الله عليهم فلما سمع الحاضرون ذلك قالوا هلك الدوس يعني إذا تم الدعاء عليهم فسيهلكون جبيعا لأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو عليهم فيستجيب الله عز وجل لدعاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فاسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا بثلاث كلمات اللهم اهدي دوسا أي يعني اهدي هذه القبيلة قبيلة الدوس اللهم اهديها إلى الإسلام وَأْتِ بِهَا ثم قال وَأْتِ بِهَا أي مهاجرين إلى المدينة وهذا طبعا من أخلاق وكمال أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوف رحيم بهذه الأمة كان يريد جميع الناس أن يدخلوا في دين الله أفواجا وأما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني على بعض المشركين وردت بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على رعل وذكوان والأحيان وعصية وغيرهم من بعض القبائل فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم على بعض المشركين أو بعض القبائل التي دعا عليها النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا عندما يعني يكون ما يرجو منهم نفع أو لا يرجى منهم نفعا وكذلك عندما يخشى ضرر هؤلاء الأقوام وشوكتهم على الإسلام والمسلمين وعندما يكون هناك يعني منهم إذاء شديد للإسلام وهذا الشيء تحقق ألا وهو قبيل الدوس عندما دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من الإعجاز ودعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم مستجاب قال اللهم أهدي دوسا فلذلك يعني أسلمت هذه القبيلة وجاءوا كلهم إلى المدينة وترفق بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا بخيبر ونزلوا بالمدينة بسبعين بيتا أو ثمانين بيتا من دوس يعني أكثر من سبعين أو ثمانين شخص منهم نزلوا في بيوت المدينة وفي هذا الحديث أيضا نجد أن العيني صاحب عمد هلت القاري شرح البخاري قال باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم وهذا من التبويب الإمام البخاري فيقول الإمام العيني يقول أي هذا باب في بيان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين بأن الله يهديهم إلى دين الإسلام وقوله ليتألفهم يعني تعليل لدعائه صلى الله عليه وسلم لهداية لهم وذلك بأن يدعو لهم يعني إذا رجى منهم الألفة والرجوع إلى دين الإسلام وذكر العيني قال أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يكون على حالتين الحالة الأولى أنه يدعو لهم إذا أمن قائلتهم ورجى هدايتهم والأخرى الأمر الثاني أنه يدعو عليهم إذا اشتدت شوكتهم وكثر أذاهم ولم يأمن من شرهم على المسلمين أخواني الكرام أخوات الكريمات في هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف بهذه الأمة رحيم بهذه الأمة فكان يدعو يعني حتى للمشركين يدعو لهم ويتألفهم حتى يدخلوا في الإسلام وأحيانا يدعو على الكفار إذا كانت شوكتهم قوية ويعني أرادوا إذا الإسلام والمسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم نطاعة ومرضاتي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هذه أحاديث النبي وهديه فيها الهانة وسعادة الإنسان كالشمس تعطينا الحياة